تعز في مرمى قصف الميليشيا مجدداً والمراقبون للجرائم والانتهاكات يعززون تأكيدات أن الانتهاكات اليومية لن تتوقف فعلى وجع تصح تعز وعلى وجع تنام كلما هدأت شوارعها وأحياؤها المدنية المزدحمة بالسكان عادت تلك الأحياء إلى مرمى قصف الميليشيا مجدداً التي وضعت تعز ضمن أولويات تصفية حساباتها الداخلية والخارجية فهذه المدينة على اتساعها لا تزال مسرحاً لصواريخ الموت وحصار مر لأكثر من 17 شهراً أسود يخوض أبناء هذه المدينة حرب استنزاف في محاولات كثيرة لكسر الحصار الخانق المضروب عليها من قبل ألوية الحرس المرتبط بالميليشيا القادمة من المرتفعات العليا لا تهدأ المعارك إلا لتشتعل في تعز ولا يترنح الحوثيون في جبهة ما إلا ليعودوا للانتقام من مدينة المدنية المواجهة التي اشتدت في جبهة حسنات وأطراف الصالة وقرب تبة المكلكل وفي أحياء التموين والدعوة والكمب وقرب القصر الجمهوري شرق المدينة ضيقت الخناق على الميليشيا في ميدان المواجهات ضمن الحرب المتكافئة وجهاً لوجه بعيداً عن المدنيين لكن قوات المخلوع وميليشيا الحوثي اتجهت لتقصف بقذائف الهاوني والمدفعية أحياء متفرقة من مدينة تعز وعادت لتفجير منازل المواطنين وتحديداً في حي الجحملية شرق المدينة تتسع دائرة جرائم الميليشيا أمام صمت المجتمع الدولي وتزداد مجازرها فمن بئر باشا إلى أحياء كثيرة وصلتها صواريخ الكاتيوشا التي لم تستثني حتى أرياف المدينة التي كانت عرضة للقصف والألغام في تقريره الشهري يقول اتلاف لغاثة في تعز إن 72 منزلاً ومنشأة تضررت خلال شهر سبتمبر الماضي ومنازل أخرى تم تفجيرها بألغام الميليشيا وعبواتها الناسفة هذا التقرير وغيره فيض من غيظ الانتهاكات التي تتعرض لها المحافظة التي كانت عرضة لإجتياح وانتقام ميليشيا الانقلاب حتى هذه اللحظة وهذا المساء